سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من مرافقيه ومنهم وزير خارجيات حسين أمير عبد اللهيان ومصرعهم جميعا في الحادث أعاد إلى الأذهان حوادث مماثلة تعرض لها مسؤولون سابقون في إيران ومن بينهم أول رئيس بعد سقوط نظام الشاه أبو الحسن بني صدر ورئيس الأسبق محمود أحمد نجات ففي السادس عشر من أغسطس عام الف وتسعمائة وثمانين تعرضت طائرة هليكوبتر كانت تقل أبو الحسن بني صدر إلى عطلة لكنه نجا ومرافقوه من الحادثة وقال مؤسس النظام الإيراني الخميني وقتها كانت نجاتكم مثل معجزة لأنكم ومرافقوكم كنتم صادقين في خدمة البلد الإسلامية وفي الثاني من يونيو عام 2013 تعرضت طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الأسبق محمود أحمد نجات إلى حادثة في جبال البرز وسط البلاد فيما لم يصب أي من ركاب الطائرة بأذاه وكان أحمد نجات في طريقه إلى افتتاح نفق بمنطقة البرز لكن طائرته تعرضت إلى عطل قبل وصوله والوفد المرافق له إلى مكان المشروع الجديد ولكن يبدو أن التالت تبتى كما يقولون فقط قضى الحادث الثالث من نوعه هذه المرة على جميع من كان على متن المروحية الرئاسية المنكوبة فلم ينجو أحد هذه المرة